تشرق على الوطن ذكرى عظيمة من ذكرياته هي من أحبها إلى قلوب أبنائه يستحضرون فيها أنصع صفحاته ويستذكرون فيها أروع منجزاته إنها الذكرى الثانية والخمسون من قيام الاتحاد الذي جامع الله تعالى به شمل الإمارات ونظم عقدها فغدت كالبنيان يشد بعضه بعضا وتلك نعمة من الله تعالى علينا وأمر أنزله سبحانه إلينا فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى المؤمنين بما فيه استقامة أمرهم واستدامة سعادتهم من اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم ليكتسبوا قوة ونماء ويزدادوا نفعا وعطاء فالوحدة والإتلاف مما يحبه الله ويرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا لقد حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة المنورة على جمع الكلمة وتأليف القلوب ليبني بذلك وطنا قويا ومجتمعا متماسكا فما عز مجتمع إلا باتحاد أركانه ولا قوي إلا بتآل في قلوب أبنائه ولا ازدهر إلا بتكات في جهود أفراده وتعاونهم أولئك يبارك الله تعالى أعمالهم ويسدد مسيرتهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق التفوق والنجاح ويسلك بهم سبيل التوفيق والفلاح عباد الله إن اتحاد هذا الوطن المعطى ثمرة لعزيمة قادته المؤسسين وتعاضد أبنائه المخلصين الذين تضافرت في بنائه جهودهم وتآلفت في ظله قلوبهم فكان الاتحاد خيرا وبركة وإحسانا من الله ورحمة رسخ أسس الاطمئنان والاستقرار وفتح آفاقا للتقدم والازدهار إن الوطن حقق تقدما كبيرا وبلغ في مصاف الدول رقما متقدما باتحاد أبنائه وتماسك أفراده وتلاحم مجتمعه حتى غدا أنموذجا في فعل الخيرات والتسابق إلى المبرات متصدرا أعلى الرتب والدرجات علمنا منبر الجامع الشيخ زايد الكبير في جمعتنا هذه أن من واجبنا تجاه نعمة الاتحاد أن نشكرها ونحافظ عليها ونتحمل من أجل دوامها مسؤوليتنا فنجتهد في أعمالنا ونحافظ على منجزات وطننا مقتدين بالقيادة الرشيدة التي لم تأل جهدا في تقوية أواصر الاتحاد والسعي لرقي الوطن وإسعاد أهله سيرا على نهج الآباء المؤسسين ووفاء للشهداء المخلصين الذين ترجموا معاني العزة والإباء وقدموا نموذجا فريدا في التضحية والفداء والدفاع عن اتحاد هذا الوطن الغالي وتماسكه متمثلين قول الشيخ زايد طيب الله ثراه إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن فمن واجبنا أن ندافع عنه بنفس الروح والشجاعة التي تحلى بها أسلافنا